اشتركوا في القناة جولاي تموز يوليو 2024 عاطفية الأجواء جيدة ومريحة يا عزيزي بين 1 و 11 العلاقات بتكون هادي بعيدة عن الهوس والانفعالات وأجواء العشق بس كوكب مارس ببرج الثور بيوحي ببعض المغامرات المتهورة حازر ابتداء من 12 تاريخ 12 تتحرك الأمور بطريقة مغايرة وبيطرق شي بيجعلك تفكر بإجراءات وخطوات ما خطرت ببالك سابعا بتحيي فيك الكواكب غريزة كسب القلوب واصطيادة وغزوة في بعض الأحيان بتطرق أحداث بتقدل لبعض البلبلة أو تكشف عن طبيعة لإلك مغايرة أو بتفضح أمر أو بتورطك ببعض العلاقات يلي ما بتناسبك يمكن تلام على موقف سابق أو على تصرف حالي بيزعج الشريك أو بيجعلك تواجه شي كنت تخاف منه أو تخشاه من فترة فينيوس ببداية الشهر وبوجوده ببرج السرطان بتحدث عن لقاء جيد رغم هالشي مع من يتجاوب وأحلامك وطموحاتك بس انتقاله إلى برج الأسد بيحاصرك بيحاصرك بمستجدات بتعرقل استمرار استمرار أهل علاقة يمكن تلاقي الحب أثناء ملاحقتك هدف مهني أو تعيش رومانسي وفرص مع بعض المسؤولين في عملك أو أحد يلي عم يشرفه على عمل لإلك أو على دراسة كمان انتبه الجو المهني عليك الحال كتير مهم بهالشهر بالنسبة لكتار من موليد العقرب لأنه في هالمجال بتتركز اهتماماتهم المهنية الشخصية والعائلية يعني بمجال مهنتك أو دراستك أو عملية تدريب عم بتعيشها يمكن تعيش قصة تانية أو رواية أو علاقة لإلك خاصة جداً هلأ ممكن تكون علاقة علاقة صداءة أو رومانسية نعمة ما إلا علاقة بالحب والعشق والغرام بس إنما بتأثر عليك جداً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر